مرحبا أنا اسمي محمد الزعنون صحفي مصور من مدينة غزة أنا بشكر جائزة Free Press Unlimited على الجائزة اللي منحوني إياها كان نفسي أنا أكون معاكو في هذا اليوم وهذا الاحتفال الرائع وهذا الوجوه الرائع اللي بتشاهدني الآن ولكن لصعوبة الحياة وصعوبة التنقل وصعوبة الصفر بين البلدان أنا حبيت أوجهلكو هذا الفيديو وأشكركو على منحي هذه الجائزة وأحكيلكو عن نفسي شوية وعن حياة العملية في غزة أنا بشتغل كصحفي مصور إلي 20 سنة في هذا المجال بدأت عملي كصحفي مصور وأنا عمري 18 سنة كنت في الفصل الدراسي الأول من الجامعة في الفصل الدراسي الثاني من الجامعة تعرضت لإصابة خطيرة وأنا بأدي عملي كمصور صحفي كانت الإصابة خطيرة جداً كدت أن أفقد حياتي بسبب هذه الإصابة عنيت لمدة عام في المستشفيات والعلاج وإني أنا أحصل على كامل العلاج ولكن كانت الأمر بالنسبة إلي كتير صعب لأني قاومت نفسي وقاومت كل الإصابات التي تعرضت لها خلال هذه الفترة أو خلال السنة هاي لأنها كانت خطيرة وكانت أثرها أفقدني أو أدخلني في غيبوبة لمدة فترة كبيرة فقدت فيها جزء من وجهي بسبب وجود الكاميرا على وجهي وعدد من الإصابات في إيدي اليمنى وإيدي اليسرى وفي الصدر ولكن أنا ما استسلمت رجعت أصور من جديد بعد عام رغم الوجع والألم اللي أنا مرت فيه وانطلقت وبدأت من جديد بعد عام من إصابتي إلى اليوم إلى أن خرجت من غزة وأنا بعد هذه الحرب الصعبة أنا وثقت كل الحروب على غزة وثقت كل المشاهد بالإضافة لإني أنا درست إخوتي وأخواتي على أنهم يكونوا صحفيين وهم صحفيين إلى الآن يعملون في الميدان اليوم وبكامل وبكل الأسف فقدنا 170 صحفي فلسطيني في هذه الحرب معظمهم من الزملاء والأصدقاء ومعظمهم كنا سويا مع بعضنا البعض في كثير من الأحداث التي مرت خلال الأعوام التي سبقت والأعوام والعام الماضي خلال الحرب أنا من الناس اللي شفت كل أهوال الحرب وثقت كل أهوال الحرب عشت ظروف الحرب هدم بيتي هدم كل أحلامي وكل ما أتمنى كان موجود في غزة هو هدم بسبب هذه الحرب العنيفة التي قتلت الحجر والبشر والشجر والمؤسسات والشوارع والمستشفيات والأطفال ولكن ما زلنا كصحفيين نعمل على نشر الحقيقة وعلى إيصال الصورة الحقيقية للعالم من أجل أن يرى كل هذا الضمار والمأساة من هنا أنا أردت أن أقول أنه في كلام كثير لابد أن أقوله أو أن أتحدث به عن مسيرة العملية ولكن أدرك أن الوقت لا يكفي ولكن أريد أن أقدم جزيل الشكر وجزيل العرفان والحب لكم وشكراً لكم وهذه الجائزة تمثل انطلاقة قوية لحرية الصحافة وحرية الإعلام في هذا العالم شكراً كثير لكم شكراً لكم